السلام عليكم ومرحبا بكم قبل ما نبدأ كيل عادة نصلوا كامل أعلن بي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معاكم لميا أنا متوسطة الجمال وأنا طفلة متفائلة ونحب الحياة بزف بزف عندي أختين لي أصغر مني بعامين شبه لي بزف بزف وحتى أنوك تروح للعراس وقل في المناسبات وقع من اللي وكننا احنا صغر يقولوا لي أختك شب عليك بالمناسبة احنا غير زوج في الدار يما وبابا صح كانوا يحبونا وعاطينا اهتمام وحنان كيف كيف ولكن أنا دايما كنت نلاحظ باللي أنا ماشي معزوزة كما هي لاخدش هي المزوزية ويشيروا لها بزف تفاصيل أحسن مني وفي بعض الأحيان غير منها ومن جمالها خاصة هي كانوا عينيها زروقة وروجية بزف والبشرانتها بيضاء عكسي أنا اللي كنت صمرة مرا ليش نقول باللي الصمرة ماشي مليحة بالعكس مليحة وحلوة كيت مراكي ما دايما تقول لي يمه أنا خرجت البابا في الزين أما خطين أخرى خرجت لي فادي مفوتا وكوبين تحا ستقوني حتى فلا طي كانت شب بزف بزف عليا نهار اللي حقت أنا لسنة 19 سنة ولدت في عمرها 17 المهم احضرنا واحد الحرس في دار جدي ارحنا لحفافة وشري ناقش جديد المهم ماذا لحواجهكم تعرفوهم ونفصل لكم فيهم كي حضرنا هذا الحرس بمرة عمية ما خزرت وقاتلي انتي شاب الله يبارك عليك كحلوة بزاف بالصحقتك اجمل منك وهذا الكلام هم جنيش جديد مالي وكانت صغيرات دايما يقولوه لها ويقولو لي لي بل انتي يخرجتي البابك هذا الحاجه احفظتها رحت للدار في هاتك النهار وانا حاسه بوحد الضغط الكبير بزاف بزاف احكيت لي اما قاتلي يا بنتي متى عنديش هضرة الناس وانتي يا اراكي في نظاري اجمل واحدة وكي ما يقولو ناس زمان كل الخنفوس عندي يما هغزان وانتي يا اراكي اجمل بنت دايما تحاول تمدحني تكوراجيني باش انا من غيرش من اختي بالصح للأسف الغيرة عماتلي الباصيران تاعي اختي بعد ما لحقت لسن العشرين سنو شافها واحد برا كان وليت جيرانا من بكري تبع فيها بصح هي جامي ويلا دارت معها علاقة ولا خدش كنا نخافوه بزاف بزاف بابا المهم هي كانوا يتقدمو لها بزاف شباب بصح كانت ترفض بحكم كل واحد كيفاش واحد يقولها مانيش خدام واحد ما عندوش دار الى اخره خاصة بابا اللي كان مزير ويشارط بزاف فينا يعني يشارط له نقبل كلش لكن يخمم دايما في مستقبلنا ويقول لنا الراجل اللي ما يكونش خدام ولا حتى عندو دار وحده ما عندي ما ندير به اختي كما قلت لكم ما تقدم لها واحد الشاب وهي في عمر العشرين سنة هادك الراجل كان الله يبارك عليه بنات نتاع الحومة قعميتين عليه ومن اللي كانوا صغار الفتيات يضربوا عليها وبوحده تقول الاخرى باللي انا نحب وانا نزوج به اختي هي في الحقيقاتها حاجة عادية لانو كانت تستنف مكتوب يكون احسن وكانت تحلم ابراجل يكون غني اختي كانت مغرورة بزاف بزاف بالجمال انتعها وكانت حسبت لها باللي راي رايحة تعيش في اوروبا ولا تديراج المرفه المهم هاد سيدكي جغطبها من عند بابا اقلت له باللي يوفر لي داري وحدي وحتى يكون خدامه يخلص مليح ماشي خدمات عزوج ولا تلت ملايين ما عندي منذير بها احنا كنا قتلكم حيشين في الطابقة المتوسطة ما راناش اغنية المهم هي تشرطت على هاد الشاب بزاف حتى وكي جات يماه باش تخطبها من عند يما قالت لها باللي سمحيلي اوليدك ما عندوش دار وحده هاتي كنحجوزة قتلها واش فيها خدام الرجال سيدهم يكبر ان شاء الله بلعقل بلعقل كانت بنتك وجهه وجهه خير ارى ورايح يربح عليها ويديروا ويديروا زيني اني يوم ادينا بنتك او اللي يديراه وهابل عليها يما خزرت فيها وقتلها نخلوها في الدرجال هم اللي رام راحيني يحلوا الامر قتلها ان شاء الله غدوة ان شاء الله رجعوا لي الخبر يما شفت فيها وقتلها والله معلبة لي الحجة انا ماذا بي نزوج بناتي ونفرح بهم في الحياة مي بصحي لكان هاكي تعرفي قد استهترب وحد الالغازة انا استغربت قلتي مأسوب وطمعاء هاوه هذه هبلت انت على الصح حتى اختي يا المهم العجوزة هذيك حسيتها باللي قلبها وجعها من الكلام انتعهم انا خزرت وقتلها ما يكون غير الخير وكل حاجة بالمكتوب وعندك الحق يقلتي خدام رجال سيدهم ووليدك ما نعرف عليه غير الخير وان شاء الله بابا يرضى ويقبل ويتزوجه هكذا ددت هنا يحتى انتع لوليدك خزرت فيها العجوزة وقالت لي يسلم ذاك الفم يا بنتي الله يبارك عليك حلوة حلوة ما عندي ما نقول فيك المهم هي تبسمت انا هبت تراسيم الحشمة قلت لي تبسمت ورحت للشمرة انتعي في هذه العشية قلت واش داني نهضر اختي عرشت لي ودهرت لي لي ما يندرش قلت لي انت واش من المرقة حرقت لك شواربك حلوة انك باللي ان بابا من بكري يشرط باللي حنا لازم تكون عندنا دار والراجل هذا لازم يكون شهار مليح ماشي ارواح وتزوج وقيل انت تحسابت لك باللي الزواجة نهار ولا يومين وتعاودي تولي لأهلك قل لك حاجة انا راه عاجبك هات السيدة لا تزوجي به هنيني منه خزرت فيها وقت لها بصح جاي خطبك انت يا اخوان جاي خطبني انا بينسوهن قبل لا يبارك عليه ما عنده وما يخصه الف وحدثت منه دخلت يما مبيناتنا وقالت لك كيفاش حلوة جاي الشاب كما هو رقمت الدوسو حبيتوا تديروا العدوى مبيناتكم وقت لها يما شوفي بنتك واش راهي تهدر ما راهي مقيمتني ما راهي مقادرتني بغتوا انا راني كبيرة عليها نزيد لك حاجة على بل يبلي تحبوها هي وما تحبوني اش انا يما دارت لي بصبعها في فمي وقالت لي شششت الطفلة هذي راه يسموها اختك حبيها وعزيها وزيد راهي المازوزية انت على الدار وانت راكي الكبير انت على الدار وقالت لي هاد السوالح ما ربيتكم شعليهم لازم شوية تتنظموا حشية يجي باباكم ويسمعوا وش راكم تديروا والله ما يبغي المهم انا سكت وجبت للطرف حتى اختي ضربت النح باباكي جاء بديس قصير لهذا الشاب وقال لها واشترتوا فيها قتلوا ما كاين والو جاء وغير انسى يقصروا ودكاء نخلو لك الكلماليك الطفل هادا خدام بس صحة عادي ما يخلوش زعماء مبالغوا وو المهم والدية رو ماركيت باللي كانوا مركزين بزف بزف على الماديات وكانوا يحوسو للا مولاتي تروح بدارها وحدها على هدا كانوا رفضوا بهذا الشاب انا من مراها واللي تنخرج ونخدم بحكم كنت حبست دراسة نتاعي نهار رحت وجوزت البيان وما جبتوش خرجت خلاص واختي هذي لحقت للباك كيف ما جباتوش خرجت المهم مني واللي تنخرج متار نتلاقى مع هاداك الشاب اللي كان صراحة شباب وحتى سمعتو واسم العائلة انتاعو كانت معروفة في حومتنا ما اسمعنا عليه غير الخير نهاري جيب نهار رو ماركيت باللي الطفل هادا واللي يتبعني بزف ما فهمت شو علاش معا اللي قلت بالك على جن اختي يحاوس ان اميرو التاحا ويقنعها باش تتزوج به كما قالت امه اراه هابل عليها دمون دابني اني مغتع التليفون قلت ولا غير نعطيهولو انا ما راني خاسرة والو الى شفته يزاب بها كلها هاب نقطع معاها الصيلة المهم اهدر معايا قريب ثلث ايام وكل الخطرة كان يسقسيني على اختي من مراها قلت له انت واشرك حاب نميرو التاحا قلت له بابا راني شكا بلي ما راهوش قابل بك قلت له انا ما همنيش في اختك احبيت نسقسيك عليها وبرك الى كان عندها شاب تحبه قلت له وش بيك انت مهبول راني بابا مزير احنا مستحين ديروا علاقات انا راني دايرة في بلي بلي حاجاتها خير ولا ما رانيش حاسباتك بلي انت تحوز دير علاقه مع اختي قلت له لا لا انا ما راني حاب ندير له علاقه مع اختك هو لا حتى انتية انا حبيت نقول لك كلمة وان شاء الله توافقي عليها قلت له غير الخير قال لي واش رايك لو كان يما تحاول تولي لداركم وتخطبك انتية تقبلي ولا لا لا انا حشمت ملقيش واش نجاوبه وكانت صدمة كبيرة كبيرة عليها لا خدش اختي تخطبها هاد سيد كيفاش يجي يخطبني نورمال ووالديه واش رامر احين يقولوا واختيكي تسمع كيفاش رح تكون ردة فعلها مع انه اختي شفتها باللي كانت رافضاته ورفضا قاطعا ومشي متحملة ما تسمع اسمه انا خممت مع روحي وقلت ما في هاوالو انا ذكره في عمري 22 سنة وكيما اي بنت ما دابية ندير داري نتزوج نجيب الولاد وهذا الطفلة معروف عليه باللي الله يبارك ما عندي ما خير فيه اول حاجة كنت قدرتها روح تحكيت معي ماء كلش هي تخلعت قتلي كيفاش اخطب اختك وذكها ورايش يخطبك وانتي يا رجيتك حاجة نرمال قلت لا ما في هاوالو يخي ما داروا احتع علاقة ما بيناتهم والسيد راهو طالب الحلال ماهوش طالب الحرام قلتلي والله ما على بالي يا بنتي كيفاش نفتح الموضوع مع بابك انا قنعتها بالكلام بصح باش هي تقنع بابا هيه على بالي باللي راهي بروجي كبير بصح هكذاك ارحت معاها غير بالعقل وكل مرة كيفاش نعطيها فكرة باش تفتح الموضوع مع بابا وفي اخر المطاف كانت راحت وقالت له وهذا الشاب اللي كان اسمه رمزي قلت له بلي راهي يمه احتهدر مع بابا وانت ما تبعث لها يمهك لا والو صبر علي يا برك بابا قال لي هادي الراجل اخطب اختك وقرفضت وكيفاش اخطبك انت ياك يا حبتني نقبل على بالك بلي حبيت نامن لكم مستقبلكم وانا مذابية تروحي لراجل عنده داروا وحده هكي تعرفي مشاكل العيلة كيفاش دايرين خزرت وقتلوا بابا كيفاش اكتهدر هاد الهدرة انا راهي عمره 22 سنة وكل عام راهي يجيب عام اليامات راهي يجروا اماجينين كبروا واحد ما يصفر عليها بابا تخنزر فيه وقليع ليش ركي حقرار وحكي معك انت يا شابه وحاجة ما تخصك والف واحد يتمنى وانا ما راني حب نرمي حتى وحده فيكم الراجل يكون ماشي مأمن مستقبله المهم خزرت فيه وقتلوا بابا انا راني قابله بهذا الراجل على بالك اهم بالك ربي يفتح عليها ويفتح عليها ونضروا دارنا وحدنا وزيد انا قلت لك راني موافقة واذا نزيد لك فوق هذا كامل المهم هو اخذر فيها قعد اسمانة باش عاود رجع لي الخبر وقال لي ان شاء الله تكلوا على ربي شابه هذا والله لك كان عاجبني ومنين عارفة اختي شبعت عليها بالضحك وقالت لي هذا الراجل اللي تتزوجي به ايه عندك الحق ما تتشرطيش انت يا كحلة كيل فحمة هاد الكلمان اللي خلتني بالعقل وحتى ولو جرحتني بزف بالهدرة بالصرح جوزت لها ويم ما ضربها زوش تغمز لي وتقول لي خليك منها صغيرة وما تعرفش صلاحها هاد الشاب جخطبني منح عند والدية وانا قبلت عجوزتي الصراحة بعد ما تزوجت عشت اجمل ايام حياتي احكس وش كان يقول لي بابا مشاكل دار العايلة انا المشكل الوحيد اللي كان في هاديك الدار هي سلفتي ولا نقول لي مرت خراجلي اللي كانت عندها 15 سنة وهي مزوجة وعايشة معاهم وعجوزتي كانت ما حبتش تخليها تقسم كوزينتا مع انه كانت عندهم لي تسعوينا وكي جيت انا عروسة مدة عامين قالت لي تحبي تديري كوزينتا كديرها عادي المهمة انا زينت النية وقلت لهم مستحيل نقدر نسمح فيكم والفتهم وحبيتهم صدقوني والله العظيم غير معاملتهم كامل كانت تمليحة غير سلفتي هادي كما قلت لكم كانت تغير مني ومن معاملة اهل زوجي لي صرتوا مني تشوف عجوزتي تمدحني قدام العائلة ولا فامي وتقولوا عليها صغيرة وتعرف الطيب وكل حاجة علقانيها وشغلها ما يتعاوج الى اخره سلفتي هادي ولدت قولها عشت معاكم سنين ومنين جامي قررتوه بالخير نتاعي انتو ما مراكم شتاع عشرة نشوي لكم الحم على صبعتية والله ما تقرروا به عجوزتي مسكينة كانت تمرة كبيرة وكأي عجوزة تتمنى العروسة كي تدخل تعاونها تخدم معاها هاكم تعرفوا وانا كيما نخدم في دارنا نخدم عند عجوزتي عادي عندنا مطبخ واحد وهذا الاسوان حقا نعتبرهم بالله واجب عليها وحتى راجلي كان دايما يقول لي بللي مت عندي شي ما كيتزعف منك ولا تتقلق رايح اسبتك كي شغل بنتها وصحة والله العظيم غير كان دايرتني كي بنتها حتى وكل ما نعرفش حاجه ولا دايما تعلمها لي حتى نتعلمها وجامي عايرتني وقالت لي بللي انتي متعرفيش وانا علمتك وانا درتلك باختصار شديد النية متبادلة ما بيني وبينهم وبعد ما فاتوا اربع سنين على حكيتي جبت اول ولد لي اللي نور علي الحياة بعد مدة طويلة كنت محرومة من ذرية وندعي لاي واحدة ربي ان شاء الله يفك حزامك يا أختي العزيزة راني مجربة الحرقة وراني مجربة بزفزف حوية فاتوا عليها ما نقدرش نحكيها لكم باش قصتي مجيش طويلة نقول لكم الصبر وبرك ودعوا لربي سبحانه يجي يجي النهار ليفرج عليك فيه المهم بعد ما جبت هذك الصبي قولت نروح نضيف في دارنا اختي هذي ماذا تخطبها حتى واحد بعد ما اخطبها راجلي وخطراتي يسقس عليها ويقول لي بلي واش هذيك ما زالها تشرط وانا نقول له متعمرش راسك بيها اه مغرورة بز جمال انتعها هذا ما كان وهو يقعد يقعد ويضحك يتفكر غير واش صلاة بكري المهم اقلي بلي بلك اشمارهم داين لها زواج وانا نقول له لا لا احقلي تادي ركي معك تضل تعيرني الكحلة قال لي ايه كحلة بصح قلبك بيض مسكين كان بزاف مليح معايا ربي شاء الله يخليه تاج فوق راسي اختي هذي واحدة الخطرات رحت لعند خالتي قاعدت عندها اسبوع وفيها تكل اسبوع اصغر لي ما كانش في الحسبان كانت عندنا بنت خالتي لمافيا تضرب خاوتها بذكورة على بلكم بلي دايرة عليهم ذراع وكانت هي الكبيرة في العائلة واحد المرة عييت لغتي باش نقصر معاها وكانت قالت لي بلي اراني عن تخالتي قاعدة صح المشاكل ما حبوش يخطونا قلت له وش كاين قالت لي هذي كل جادور انتح بنت خالتي على بلك بلي ضربت خوها ساليم قلت له مكش منها ساليم اللي صغر منها قلت لي ايه ضربته بالرافي للوجه خيطوه ربعة غرزات البارح في الليل قلت لها بصحة علاش قلت لي صابها تاتر في التليفون معا واحد علىها دا كندر اللي ما يندرش وقلت لها انتوى شراكي تعملي ثم اروحي اللي هنا اهنا بلك بلي دار خلتي سروا بزافي هم مشاكل اياه ما زيليش تقعد عندهم هي قالت لي لالا بحكم كانت كاينة بنت في العمر انتعها مداصرتها وتحكي لها اسرارها ركم على بلكم تحب تقعد معاهم تقصر تضحك يجوزوا السهارات انا هي صغيت عليها بصحية ما حبتش تسمعلي زيتها يتليمه قلت لها رهينا يضع لها بقارات في دار خالتي روحوا جيبوا بنتكم وما تخلوها تماك على بلكم يسكنوا في الجبال وفي منطقة عريفية يعني تخافك شما يصره ولا بعيدشا سخطوختي هدي ما كانتش موالفه بالعياط وزقه في دارنا احنا كل حاجة نديروها في الهدوء قعدت معنده وريح التماء قريب شهر كامل يما ما حاوست عليها ما يديك ما يجيبك نهار عاودت ولت للدارة يما قلت لي وش بيها اختك راهي ما تحبش تتكلم معانا بزاف وتقعد في غرفتها دايما قلت لها والله ما على بالي يما لك ما صرت اما اخي قلت لك روح يجيبها انتي ما حبيتي شو عنتي المهمة وليت لدارة باش نستفسر على احوالها اصلا ما كناش بعد بزاف وراجلي كان يخليني نروح معاوليدي وحدي ادخلت وخزرت فيها هي ضحكت معي وجد تجري عن القتني قلت لي اسمحي لي كنت نعيرك هي الكحلة اسمحي لي اسمحي لي يا اختي والله غير ما بالعاني قلت لي راكي مسامحة حنونتي وانا قعدت نحنى عليها ونمسح لها على راسها ونقولها انتي راكي اختي وش بيك هذا راني مسامحاتك ونسيت كل حاجة فاتت قلت لي انشاء الله انشاء الله يقعد التماك المهم في دارة خلتي كان دايما يتبع فيها واحد الشاب هذا الشاب جغط بها من عند يما وبابا وهي كانت قبلت لاخدش قاتلي بليسكم في الخارج وتعلحوه ما تمكع قاعدين يهدروا عليه قلت لها ولا غير خبستيها يا اختي تشرطي تشرطي والحمد اللي فتح عليك ربي انا فرحت لها واللي تنمد لها دايما حوايج اللي كنت ما زال ما استعملتها مش قلت لها اخبيها وفي الجهاز ومن بينهم ملابس بلايغ اسوالح بزاف حتى يما وبابا ما حرموها من حتى حاجة ولو يدوها باش يتجهز اشراولها الحاجة اللي كانت تتمناها الراجل هذا اللي كان جاء واخطبها قال لها باللي انا عندي دار في امريكا وراني رايح نسكنك تما وتعيشي حياتك بالطبع وصح هما كانوا ناس اللابس بهم انت على الصح وفاميليتهم كامل كاللي في فرنسا كاللي في كنادا المهم الاوروبا هادي داخلين وخارجين عليها كي شغول تزاير اختي كانت فرحت بزاف بزاف بهادي العرس سرتو منين شافتهم من الطبقة الغنية فرحت وهو بحكم انه العامل انتاعه تماك كان لازم عليها تسافر معاه كانوا عندها سلافاتها بزاف لاخدش هاد الراجل اللي خطبها عنده خوتو رجال كبار بزاف العمر وهو كان صغير انت على عائلة اما بالنسبة لخيات تونسا كيف كيف كانوا يسكنوا في الخارج والله يبارك يعني المهم النهار كان حرصها دارو هولها بالطبع اياه والطنوبيلات غير المركة اللي جاء في الكورتاج ودارو لها في صهلة كبيرة ومعروفة في الجزائر العاصمة المهم فوتنا هادك النهار عادي لحقت العشية انا كنت مع اختيكي كانت تصدر لبسيت لها غا بلونش انتاعها وقعدنا نستنوه في العريس هادك يدخل لهاكم تعارفوا العادات والتقاليدة على الجزائر يدير لها الخاتم يقصرهم والكاميرامان قلت لها بدخلوا لها شامر التي كنت تبدلي فيها باش ندير لكم تصور بزاف شابين يقعد لكم المهم هي طبقة كاملة واشقالت لها بالصحروماركيت بل يخطي عينها وغير يحماره قلت لها سمعي وقل الحفافة الغيسة اللي دارته لك هو اللي يضر لك عينك قلت لها شوش بهم قلت لها شوفي في المناياه هي شافة روحها ووليت عبد وحد اخر قلت لها العريس طول لك يدخل كان يستنى فيه بابا يجيب له البرنوس لكي يغطوه كامل ويدخلوه انا شديت أختي من يدها وروح تخبرت عجوزتها باللي راه عيانة وقلت لها باللي عينيها روهم يدمعوا بزاف نروح نعدل لها برك الماكياج لاختش الفوندوتا رحت لها كامل قلت لها ايه مكاش مشكل انا قدبت عليها بالعاني تخلنا لهذه الغرفة اختي قلت لي نحي تشوفي المشطة نحي لي تشوفي نحي هذا الحويج اللي ما رانيش حاملتهم قلت له وش بيك اليوم نهار فرحك يا مخلوقة توقي يجي راجلك تدري لي يفوتوا معه قلت له مهبولة انا نتزومه جمع هذا قلت له وش بيك نعني بليس قلت له ابدأي نحيلي لاختش رح نضربك قلت له وش نحيلك نعني بليس يا طفلة هذا النهار راه هو فرحك وقعت نعيط لاختش البوست كان بره يضرب في مخي سوختوك اختي ولدتها ترمحاياك المهم هي كلمة وانا عشرة اقريب ما ضربتها بزوج كفوف حسيتها باللي ما راهيش نورمال لعبة هاب اللي داخت وتسرعت انا واللي تنسوه نعيط جاوب كامل انسى ولو يفطنوا فيها بالريحة بس اختي ما حبتش تفطن فقدت الوعي انتعها تماما وحتى التنفس حسيتها باللي ماهيش طايق عليه انا تم تم حكمت البورتابل انتاعي عايت الراجلي وقتلوه وين راك؟ قالي راني عند الباب الصالة وشكاينة نسمع في عيات كبير من الداخل قتلو سكوتبرك اختي طاحت وتسرعت لازم ادوها السبيطر المهم هو كان عثير وكانت اول سيارة انتاعوا على هذا دينها فيها السبيطر وفي نص طريق استغربت لقد كنت اراكبة معها مالور وعجزتها وناس دارها كامل كانوا في طنوبيلات واحد اخرين يعني في عيوض يدوها كورتاج لدارها واللينا ندو فيها كورتاج السبيطر تم تم فطنت وقالت لي بلي ويناني؟ محل بريش واش سرابية قلت لي منيتك كنت تتصدري من بعد تصرحتي وقلت لي ما نقعدش هنا نروح للدار وش بيك غير الخير قلت لي ايه ايه ما نزوج صاهي بطلت هات شليس معها؟ وقعد يهدر معي في المرايا بركح الشمي تطلع فيها لانها كانت بلخمة والله غالب عدرونا ما كناش دايرين العقل في راسنا حسبتنا كاش ما صار لها المهم الطريق كامل هي تقولنا صايراني لاباس دوني للدار دوني للدار وقعدت غير صوت عيض من بعد انا قلت نكلم فيها وقلت لا خلاص خلاص ما يكون غير الخير كامل نرى إيه ما شاهدت فييه ونطع بالمواطق قلت لي يا بنتي كيفاش تقولي لي ولو nolo لو لدار اليوم راح نقول اليوم اليوم فرحك وانا سيقع مزهة بهذا اليوم معي لك غير الدوخة بركتها لعياطها بتصدعتها وبتصدعتها ومشية مهلفة بهذا الحس خضرت وبركت عينها فيها قلت لقاءت لك ما نواليش صاي Yaboq وبقت غير تعيطها في بلتنا المهمة ذاكذا صوت العمري ولا ننساه قحت فيه ذنيا إلى يومنا ه zeigen قلتو Casay قد ترود الرودان وم하고 للدار وقدو ان شاء الله nósha أهلي كلي حديث حديث المهم ما سيطها أهلي عائلة الطيامenviron وصالت ليقول centers واش ب nouvelles تبنتكم أنا western قلت لها أغدا وان شاء الله最後 من قصره رأينا SARAprobاء الصحفة قلت لي بسحفة لمعلك الصلاة الحلوة وقال الأخسارة قلت لها الحاجة تعيشي ما تتقلقيش ان شاء الله ما يكون غير الخير او صحة خطنا راهي افونتو هاد العرس هراه غير زيادة المهم هي كوبة علي التليفون وهي تطلسي وليدها رجل اختي وقعد تتحرش فيه وتقول له باللي عرصتك هربت علينا وخلتناها كدك هما عودوا ولاو وغدوة منذك اصبح جولينا بوحد الوجوه ووجه عجوزتها كانت حل كتا جين وقعدت تلوم فيها وقتلها انت ياه كي وليتي لباس عليك علش ما عاوتيش وليتي للصالة كيفاش خسرتينها كيفاش تتيري هذا الحوايج كامل عايب وعار عليك المهمة راجلها تخلو كيشافها نور مع الواقفة ولباس عليها ولا يقول لها باللي علش خسرتيني كيما هك علش ما صارحتينيش بالحقيقة ولو يتهموا فيها باللي هي مهبولة لا خاطرش خلات العرس متاعها ونحط لها كواف وخرجتها هكذاك صح هي هاد الجاس ما كانش مليح منها صرتوه من مورها صارحتني وقاتلي انا لعبتها باللي تصرحت وكامل وش درت كنت نمثل عليكم هكذا باش تخلوني نروح للدار لا خاتش محملش انكمل وكانت كاينة مراء فقراسي تقول لي بلي ما تتزوجيش اخرجي مصرات كارثة حقيقية مع هاد الناس وراح لمحكمة وطلقها رسميا لانه كانت دايرة معه العقد والفتحة ورمع ليها تانيكي يمين اطلقت معك في دارنا اطلقت معاه وتفكت هي تم حسيتها باللي فرحت وكانت تضيق لحدى جاس طويلة امرال بحكم انا كنت قريبة للدارنا نروح بزاف لهم وتانيكي يما قلت لي ساندي اختك راني نحس فيها ما هيش مليحة اختي وكانت مع مرور الوقت تعتروح احدها اتعيط اتصوغ وخطرات منكونوا راقدين جوية التناش الوحدة اصبح تولي تأذن ايه كيش غلو مؤذن الصوت ميتعاي واخشين اخشين وتكبر تانيكي المهم حويج بزاف ولو يصرع باختي انا قلت كيفاش واش صرالها هدي ما تكون غير كاش وحدة غارت منها وحزدتها وراهي ديرت لها السحر جرينا بيها عند الرقات لكن الراقي دايما يقول لنا بلي اخدكم راهي لبسع لها وما بيها حتى شي ايا ولينا نروحو الاطباء نفسانين وكاين وحد الطبيب قريب لنا بسيكياتر اختي ولت عنفية البشرة تاعها هديك البيضاء نظف فيها وحد الحبك حل ووجها ولا قعم نمش حتى شعرها ومسكينة ولا يطيح لها القراث اخترات نقعد نتكلم معها وهي تقول لي اش كون انتي وفي بعض الاحيان تعرفني بلي انا اخدها واحنا قاعد لعيلة تاعها بالصح مرات تفقد الوعي وتولي تهتر في كلام غير مخلط وقاعد غاشي اللي يشوفوها ولو يقولوا بلي رهم تيرين لها سحر والرقات كامل كانوا متفاهمين على كلمة وحدة باللي اخدنا راهي مريضة نفسيا المهم احنا ولينا نجرو بها عند الاطباء والدواوات كامل شربتهم بالصح مرتحتش اختي ولا تعن فيها اخترات كين روح للدار نظيف ولا تولي تضرب فيها اخترات كنت قاعدة حتى جابت لي البلغة ولا تضرب فيها للوجه للراس لليدين صيي انا يولي تنقلها حبسي حبسي بصح ما قدرت تلهاش هي كانت قاوية اكتر مني حتى وسلكتنا يما بالصح ما قدرتش تفكها حتى وين ميمونها طلقها ولا تراحت ورقدت في بلاستها ومن تماما تزيج تنط حتى تغدوها من ذاك المهم هاد العنف انتعها ما قاعدش غير فيها انا اي واحد يجي من برا الضيف ولا تولي تضرب فيها بصفة غير طبيعية خطرت جرأت وين قتلت ماما بالضرب وشدت لها الموس قريب ما ضربتها به مزي اقبابة تدخل في اخر لحظة والحمد لله على كل حال ما صارتش الكارثة الكبيرة هي مسكيناء كان مرفوع عليها القلم لا غالب انه كانت في وعيها مستحيل تعمل هاد الحوايج انا دايما نشتكي لراجلي ويقول لي باللي يحس بي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ستقوني كان يصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ويقوم الليل غير علاجها باش ربي صبحانو يرفض هذا الظره لها الحمد لله بعد مرور تلت سنين من هاد المعاناة ويمة في بعض ونقول في اغلب الاحيان ولا تتربطها بالسلسلة على الكلاب في ميزكم على اش باش مات اذيناش برك المهم اختيعانات انت على الصح وفي اخر المطاف لقينا طبيب بزاف هايل شاطر وكان طال هادوا اللي ريقلها بس اختي كيتحبس الدوا انت على هادا تعاود تولي عنفية وتضرب وتكبر وتحيط وتدير سوالح بزاف بيزا يا خياتي ويا خاوتي والله ما راني نكذب في حتى حاجة الاشياء اللي صراوا كامل راهي حقيقة ما راهيش من الخيال انتاعي نتمنى منكم تدعيولها باش ربي ان شاء الله يفرج عليها ويشفيها هي مسكينة لحد الان كبيرة شوية في العمر ومشي متزوجها انا ربي رزقني بالولاد والابنات ودايمن نقعد ندعي لها وراجلي تغيضوا بزاف بزاف ويقول لي بلي ربي ان شاء الله يشافيها اما عجوستي حتى هي عندها نفس الكلام صراحة ناس داري عمرهم ولا جرحوني ولا عيروني بغتي حتى ولو كانوا يعرفوا كلش المهم الحمد لله اللي طحت في ناس كما هما وحبيت نوجه كلمة للناس هدوك اللي يقول لك أنا ناس داري ماشي ملاح يسبوني عيروني نقول لكم ربي خلقوا فرق وماشي قعل عيلات كيف كيف كاين عجوزة مليحة وكاين عجوزة لي ماشي مليحة كما كاين عروسة مليحة وكاين عروسة لي ماشي مليحة وهدي هي حكيتي يا أختي في الله ما عرفتش مني نبدأها لك ولا كيفاش نكملها احكيها للمتابعين وقولي لهم يمدوا لي الرأي ينتعهم فيها وتانيك يدعوا لأختي بالشفاء العاجل وربي إن شاء الله يرزقها براجل يكون حتى هو يسترها ويكمل معاها حياته وعلاش لا لا احنا رانا طامعين في ربي ما راناش طامعين في العربي ولجأت على العربي ايه وشفنا وشفنا هادي راي حكاية واحدة اخرى لكن راح نبدأ نحكيها والله ما نكمل احنا نحمد وربي على حاجة واحدة اللي راي مريق لابدوا ورا هي يعني كيما أي إنسانة طبيعية الجمل انتعها راح من وجهها خاصة انه عينيها اللي ولوا بزف حمورة وكديناها للطبيب كندر لها نظارات وعندها ضغف في البصر وتانيك تعاني من اللي سطو منتعها بسبب الأدوية اللي دايما تتناول فيهم على بلكم باللي تشرب خمس أنواع من الأدوية في النهار واحد ادعو لها كامل معاكم وربي فرج على أي وحدة في هاد الأيام المباركة وصحة فطوركم وصحة فطورك أختي في الله وصحة صحورك ونشكرك اللي عطيتيني فرصة أني نحكي في قناتك حكايتي ولا حتى حكاية أختي إلى اللقاء